دلوقتي نروح موجز لأهم الأخبار مع ليندا شكرا شازني الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود رئيس الوزراء البريطاني بواث جونسون خلال فترة ولاياته لأحداث تطور ملموس في مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات وخلال اتصال انطلقا من رئيس الوزراء البريطاني أكد رئيس السيسي تتطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء عقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل من جانبه أكد جونسون أن مصر تحت قيادة رئيس السيسي تعد شريكا مهما لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الإفريقية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على ترصيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وركيزة أساسية لتحقيق التنمية جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي مع مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت جلواك الذي سلمه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سالفاكير تضمن التطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جنوب السودان فضلا عن العلاقات الثنائية وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل نقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان فضلا عن تطوير التعاون القائم بين البلدين قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري نمى في العام الجاري بنسبة 6.6% وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمدينة العالمين الجديدة أكد مدبولي أن ذلك هو أعلى معدل واصلت إليه الدولة رغم الأزمات التي تلاحق العالم الاقتصادي مشيرا إلى أن الدولة كانت تتوقع أن تنهي العام بارتفاع 6.1% وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة واضحا أن العام الجاري سيتخطى فيه عدد المواليد مليوني مولود جديد وأضاف مدبولي أن الدولة قررت إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين اعتبارا من أول سبتمبر المقبل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ بلاده بسبب أسعار الغاز العالية جداً وأشر زيلنسكي إلى أن سعر الغاز في أوروبا ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب وأكد رئيس الأوكراني لمواطني بلاده أن سلطات كييف تحاول بذل قصار جهدها لتخضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل في ظل هذه الظروف وصلت السناتر مارشا بلاكبرن النائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى تايوان مساء الخميس لتصبح رابع شخصية سياسية أمريكية تزور الجزيرة هذا الشهر وكتبت بلاكبرن على حسابها في موقع تويتر إن موقف الولايات المتحدة سيظل ثابتاً في الحفاظ على الحرية في جميع أنحاء العالم وأنها لن تتسامح مع الجهود المبذولة لتقويد أمن الخلفاء ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية التايوانية عن امتنانها لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين أظهروا دعمهم القوي والتزامهم تجاه تايوان قالت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات هاليكوبتر عسكرية ومعدات ذات صلة إلى أستراليا بتكلفة تقدر بنحو مليار وتسعمائة وخمسين مليون دولار وأضاف البانتاغون أن أستراليا طلبت شراء أربعين طائر هاليكوبتر وفي مايو الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على بيع قذفات صواريخ متنقلة إلى أستراليا إلى جانب العديد من مبيعات الأسلحة التي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات ومائة مليون دولار إلى الحلفاء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاغون أنها مستعدة بشكل كامل لحماية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إقامتها في الثامن من نوفمبر المقبل من التدخل والنفوذ الأجنبيين وأكد قائد وحدات الحماية من الهجمات الإلكترونية ومدير وكالة الأمن القومي الجنرال بول ناكس هوني في بيان صحفي أن كافة المؤسسات الدفاعية والأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بالسرعة المطلوبة ووحدة الجهود ضد أي عدوان خارجي يمكن أن يستهدف تقويد المؤسسات الديمقراطية الأمريكية